اكدت وزارة الخارجية الاوكرانية ان استجواب نائب رئيس مجلس شعب تطار القرم ناريمان جلالوف هو استمرار للقمع في شبه جزيرة القرم المحتلة والفتت المتحدثة باسم الخارجية ماريانا بيتسا ان الوثائق حول وقاع القمع الروسي ستقدمها اوكرانيا الى المحاكم الدولية وشركاء اوكرانيا الدولية هذا وكان جهاز مكافحة التطار بالقرم قد استدعى ناريمان جلالوف لتحقيق معه بسبب عنوان وضع على قناة تلفزيونية اوكرانية منح له صفة نائب رئيس مجلس شعب تطار القرم الذي حضرته روسيا حققوا معي في قضية مارلين مصطفاير اكتشفوا من خلال الحاسوب المصادر منه باننا اصدقاء معه في مواقع التواصل الاجتماعي وانا لا اعرفه شخصيا هل هو عضو في اي من المنظمات او الجمعيات او الاحزاب لا اعرف انا اعلم فقط عن واقعة اعتقاله ورأي حول اعتقاله وغيره من النشطاء عبرت عنه علنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة